اهلا بكم كشفت دراسة حديثة ان بعض المتعافين من فيروس كورونا المسجد تشكلت لديهم اجسام مضادة تهاجم اجسامهم بدلا من مهاجمة الفيروس ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ان الدراسة اشرف عليها ماثيو دروف العالم المتخصص في المناعة في جامعة ايموري في مدينة اتلنتا الامريكية لم تنشر في مجلة علمية حتى الان لكن خبراء قالوا ان الباحثين الذين اجروا الدراسة معروفون بعملهم الدقيق وتوصلت الدراسة الى ان الجهاز المناعي لبعض المتعافين من كورونا قد انقلب على اجسامهم وتحول الى مهاجمة الجسم بدلا من الفيروس وهو ما يذكر بامراض مزمنة مثل الذئبة الحمراء والتهاب المفاصل الروماتويدي وذكرت الصحيفة ان القائمين على الدراسة فحصوا اثنين وخمسين مريضا كانوا في الرعاية الصحية وشخصت اصاباتهم بفيروس كورونا انها حرجة توصل الباحثون الى ان هناك اجساما مضادة ذاتية في اجسام نصف هؤلاء المرضى تتعرف على الحمض النووي في الخلايا وتسبب مشاكل متعلقة بتدفق الدم ورأت الدراسة ان هذا قد يفسر سبب معاناة بعض المتعافين من مشاكل صحية طويلة الامد بعد اشهر من تعافيهم محذرة الى ان هذا يؤدي الى تفاقم حالات الاصابة الشديدة بكورونا ونصحت بان هؤلاء الاشخاص يمكن ان يستفيدوا من الادوية المخصصة لمرضى الذئبة الحمراء والتهاب المفاصل الروماتويدي التي لا يوجد لها علاج ولكن توجد ادوية تقلل من اعراضها مثل النوبات نشكركم على المشاهدة وللمزيد اشتركوا بالقناة ولا تنسوا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد الى اللقاء